على الهاتف السفير صلاح حليمة مائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقية سادة السفير مساء الخير الفن مساء النور اهلا بحضركم استاذ المشاهدين عودة القارة الافريقية امام العالم واهميتها الان في ظل ما يجري لا شك ان القارة الافريقية عانت في خلال الحقبة الماضية وخاصة عندما فترة التحرر من الاستعمار القديم والحديث اذاك وتطلعت دول الشعوب القارة الى الوحدة والتعاون والتشاور بينهم فيما يتعلق بتحررهم ومستقبلهم السياسي ومن ذلك انشأت وحدة منظمة الوحدة الافريقية وتطورت انشطة الدول الافريقية وشعوبها في اطار تلك المنظمة حتى وصلنا الى الاتحاد الافريقي خلال الفترة ما بين المنظمتين كان هناك نشاط سياسي قوي وكان هناك نشاط سياسي الالاقات ما بينهما في المجال التجاري والاختفاضي ولكنه كان لم يصل الى الهدف المنشود ولذلك تم انشاء الاتحاد الافريقي بآلياته المتعددة التحاد الافريقي الهدف الاستراتيجي في الراقبة الحاضر هو التنمية المستدامة بذل مناخ امن ومستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه القارة على امل ان يصبح تصبح القارة وهذا ما نتمناه كاحد الشعوب الافريقية ان تصل القارة الافريقية الى ان تصبح خطبا ايضا من بين الاقطاب في نظام دولي متعدد الاقطاب بما تملكه من ثروات وامكانيات وقدرات وما يمكن ان يتم في اطار تعاون وثيق ما بينه وبين الدول العربية في اطار الجامعة العربية باعتبار ان الجانبين انتداد للاخر وان البحر الاحمر الذي يصل بينهما هو للوصل وليس للفصل وان تكون كلها وحدة واحدة يمكن ان تستخدم قدراتهم المعن في الوصول الى ان تكون خطبا من هذه الاقطاب الدولية الوليدة لا شك ان هناك تحديات كثيرة في موضوع التنمية المستدامة لعل تواجه القارة بالطبع فهي على سبيل المثال لايس الحص عندنا هناك مكافحة الارهاب عندنا ايضا الوضاع السياسية والصراعات السياسية وبين بعض الدول والشعوب والقضايا السياسية ايضا عندنا التطور الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية وضرورة ان تكون هناك استثمارات في البنية التحتية في القطاعات الانتاجية المختلفة لانفاذ منطقة التجارة الحرة القرية حتى يمكن ان يزداد التعاون والتنامي بين دول القارة بينهم وبين البعض وبينهم وبين العالم الخارج ولكن ايضا التحديات الخاصة بالاجتماعية في مجال الصحة والتعليم لكن طبعا هناك ازمات دولية تؤثر بشكل كبير على القارة الافريقية وتشكل تحديا مستحبثا لعلا من ابرز تغيرات المناخ وجائحة كورونا ثم الازمة الاوكرانية لا شك ان هناك دورا مصريا محوريا بمواجهة كل هذه التحديات وايضا دعما لتطلعات الشعوب الافريقية ودعيها نحو التنمية المستلامة والارتقاء بالقارة الافريقية لان تصبح كتلة اقتصادية قوية تمكن ان تكون قطبا من الاقتصاد الدولية التي الوليدة التي يمكن ان تكون لديها من الاستقلاب ولديها من الحرية وان تكون ولا تكون مغرد منطقة بالصراع والتنافس وبين القوة الدولية من اجل الاستقلال لمصالحها وليس مصالح شعوب ودول هذه القارة بصفة خاصة سعادة السفير الصلاح حليم رئيس مجلس المصر شؤونها في القيبة شكرا جزيلا على هذه المداخلة